السلام عليكم. خلال السبوع الماضي كان فيه زيارة مهمة للرئيس الروسي بوتن اه الى بعض دول المنطقة. وفيه تحليلات ان ليش الرئيس الروسي جاي لدول المنطقة اه الان وش عنده شنو يبي شنو الجدوى الاعمالة وليش جاي. اه فيه شغلات رئيسية جاي علشان هالرئيس الروسي. الشغلة الاولى او الامر الاول وهو اوبك بلس اسعار النفط. الان اسعار النفط تقريبا اقل من ثمانين دول. وعندك فيه اربع شركاء تقريبا وخمس شركاء اللي هم المتحكمين في اوبك بلس. اللي هم منه روسيا والسعودية والامارات والكويت. مع انه ما زار ما زار الكويت. اه لكن اه اوبك بلس اعلنت عن تخفيض. للانتاج تقريبا اكثر من مليون. من اه تقريبا واحد واحد الفين واربع ويشري. ومع ذلك اه اسعار النفط اه نزل سعرها. هذه اللي يحكمها عدة عوامل. او الشغلة الاولى ان الولايات المتحدة الامريكية اه عندها الولايات المتحدة الامريكية على فكرة اكبر دولة منتجة للنفط. تنتج تقريبا ما بين ثمانية مليون الى خمسة عشر مليون. برميل نفط يوميا. اه لكن الولايات المتحدة الامريكية ما تصدر النفط خارج الامريكا. لا اه النفط تستهلك الولايات المتحدة الامريكية الخمسة عشر مليون تستهلك. لا وتستورد بعد عشرة مليون. اذا الولايات المتحدة الامريكية تستهلك خمسة وعشرين مليون برميل نفط يوميا. الولايات المتحدة الامريكية عندها مخزون استراتيجي من اه النفط. اللي هو تقريبا خمسمية مليون برميل. خمسمية مليون برميل. هذا موجودة في اه اه سناتر في الولايات المتحدة اه الامريكية. يا جماعة على فكرة ترى الولايات المتحدة الامريكية ما تستورد من عندنا النفط. الولايات المتحدة الامريكية تستورد النفط اوه شغلة تنتج النفط. الشغلة الثانية الولايات المتحدة الامريكية تستورد النفط من اه الكندا وايضا من فنزولة. فنزولة يا جماعة عندها اكبر احتياطي في دول العالم اه من النفط. فالان في تنسيق ما بين هذه الدول لتخفيض اسعار تخفيض انتاج النفط علشان يكون النفط من ثمانيين تقريبا الى مية وعشرين هاده النقطة الاولى النقطة الثانية اللي هو النقطة المهمة ان حاليا الولايات المتحدة الامريكية خصوصا بعد تحركات حزب الله وبعد تحركات الحوثيين الولايات المتحدة الامريكية تقعدوا تقول اني انا راح ممكن اهاجم الرأس الكبير من الرأس الكبير اللي يتحركوا ايران طيب شلون الولايات المتحدة الامريكية تبي تورد دول الخليج في هذه الحرب بصحيح العبارة لكن دول الخليج تبي تقطع هذا على الولايات المتحدة الامريكية في طيران وفي يعني تحرشات الولايات المتحدة الامريكية في البحر وغيرها وفي يعني استفزازات متبادلة ما بين ايران وما بين الولايات المتحدة الامريكية زين اذا ايران يعني صرحت بأكثر من المناسبة قالت بشكل قاطع إذا أي دولة تنطلق منها صواريخ أو طائرات سأقوم باستهداف هذه الدولة بمعنى استهداف القواعد العسكرية في هذه الدولة روسيا لما جاءت الآن إلى دول المنطقة تكتع أن الولايات المتحدة الأمريكية عفوا أن دول الخليج لا تكون بجبهة واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران بمعنى أن إذا انطلقت أي صواريخ أو أي طائرات من دول الخليج ما يكون هناك جبهة خليجية أمريكية موحدة ضد إيران وهذا مصالح دول الخليج إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران زين انطلاقا من دول ليش؟ لأن دول الخليج تملك تقريبا أكثر من ألف طائرة وهذا يعني يشكل يعني عدد كبير يعني قوة عسكرية كبيرة جدا دول الخليج تتفوق على إيران من ناحية القوة الجوية لكن إيران تتفوق علينا من ناحية الوكلاء إيران في المنطقة وأيضا عندك الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبا عندها مئة ألف صاروخ الشغلة الثانية أنه مو بس الدول الخليج عندها قواعد عسكرية أمريكية لا عندك الأردن عندك سوريا عندك العراق عندك أذربيجان عندك تركيا هذه كلها قواعد عسكرية فيها قواعد عسكرية أمريكية إذا تم استهدافها بمعنى مثلا إذا تم استهدافها من دول الخليج تم استهدافها قواعد عسكرية الأمريكية من صالح دول الخليج أنها تبلع هذه الضربة ما ترد على إيران نفس اللي صار لما إيران قامت بمهاجمة المنشاوة النفطية السعودية وبعد رجوع الرئيس الروسي إلى موسكو الرئيس الإيراني قام بزيارة موسكو من أجل التنسيق في هذا الموضوع بحيث أن ما يكون هناك جبهة موحدة خليجية ضد روسيا في حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران الأمر الثاني شنون أن الإمارات والسعودية دائما تلعب على التناقضات بحيث أن إذا اعتبي شيء من الولايات المتحدة الأمريكية تتجاه الاتجاه الآخر إلى روسيا والصين ومن ثم يعني يتم مفاوضة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه في الأمر الثانوي يعني الآخر وهو أن الرئيس الروسي عنده أمر إلقاء القبض من محكمة الجنائية الدولية فقام بزيارة الإمارات والسعودية وكأنه يقول أني أنا موجود ولا أحد يعني يقدر يلقي القبض عليه بل تم استقباله استقبال يعني كبير جدا وضخم من قبل الإمارات والسعودية والإمارات السعودية لم توقع على اتفاقية محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم ضد البشرية يعني هناك مفارقة كبيرة جدا يعني أن بوتين الآن يعني عنده الأمر ألقاء القبض بسبب هذا الجرائم بينما نتنياهو لا يعني أكثر من سبع تلاف طولت قتلهم والتهجير والقتل المدنيين وقتل المواقع المدنية من المستوصفات والمستشفيات ومواقع الأنروا والصحفيين وغيره لا بردا وسلاما على نتنياهو لكن بوتين لا أمر آخر حتى أن بوتين لما زار هذه الدول كان معاه تقريبا أربع طائرات روسية للحماية وأربع طائرات روسية هذه لابد أن تستخرج موافقات من جميع الدول اللي تمر فيها طائرة بوتين وبالفعل وصلت الطائرة وأيضا الطيران الإماراتي قام برسم لوحة في الجو للعالم الروس أمام مسألة البريكس أو منظمة بريكس أن الإمارات السعودية حاليا أنه ممكن أن قبل كان عضو مراقب الآن راح يكسير عضو فعال في منظمة بريكس منظمة بريكس ما راح تقدر تسوي شيء لأن الأمر حتى يعني أمر يقولها المصرفيين أو الماليين هذا أمر صعوبة فيه كبيرة جدا فما راح تصير أمر منظمة بريكس فقط من أجل ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فيه شغلة ثانوية بعد اللي هي مثلا الأسلحة لأن بعض الدول الخليج طالبات من الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة كما تحصل عليها إسرائيل اللي هي F-35 وأسلحة أخرى لم تحصل عليها هذه الدول لذلك راح تتجه إلى روسيا لأخذ بعض الأسلحة المتطورة مثل عندك طائرات الجيل الرابع وخامس وغيرها وأيضا مضادات للصواريخ وغيرها حتى أن التعامل مع بوتيند هو أفضل من التعامل مع الأمريكان يعني عندك الأمريكان يخبي أو ما يقول لك عن شنو نيته من هذا الموضوع أما الروسي لا اللي بقلبها على لسانها أما الأمريكي لا برقماتي ويرح يرجع للكونغرس وغيرها ويشوف مصالح الوات المتحدة الأمريكية وين رايحة فيقوم بهذا الاتجاه والشيء هذا أيضا ضغط على الوات المتحدة الأمريكية من أجل إيقاف الحرب في غزة تقول لي ليش؟ تقول لأن الحرب في غزة والتركيز الإعلامي على الحرب في غزة يعني قاعد يخلي الشعوب قاعدة يعني تغلي بسبب هذه الحرب فالدول الدول العربية والإسلامية ككل ترغب بإنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ترجمة نانسي قنقر